وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فأحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب أبدأ بأول الأسئلة والأسئلة كثيرة الأخت أم بدر من الكويت تسأل تقول هل مسح الوجه بعد الدعاء أو الأذكار موجود في سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أختي أم بدر من الكويت بارك الله فيك بالنسبة لمسح الوجه باليدين بعد الدعاء لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعلماء في مسألة المسح مسح الوجه باليدين بعد الدعاء على ثلاثة أقوال القول الأول ذهبوا إلى المنع مطلقا وعدوه من البدع قالوا لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شيء من هذا وفريق من أهل العلم ذهبوا إلى استحباب ذلك ويحسنون الأحاديث الواردة في هذا الباب يحسنونها ويستدلون أيضا بفعل بعض السلف من القرون الثلاثة قالوا فعلوا هذا من أهل العلم انفصل من ذهب إلى أنه في الصلاة بدعة يعني الإنسان إذا دعا في الصلاة مثل في القنوت ومسح قالوا بدعة وخارج الصلاة قالوا ليس ببدعة ولذلك أخت الفاضلة ما ثبت عندنا في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح وجهه بيديه بعد الدعاء ولذلك الإنسان إذا دعا وانتهى ترك يديه هذا الذي يظهر والله أعلم أبو رضى من السويد يقول هل يجوز لي المرأة الجهر بصلاتها في بيتها وضمن محارمها أبو رضى بارك الله فيك من السويد الجواب نعم يجوز لي المرأة أن تجهر بقراءتها في الصلاة ما دام أنها في محيط الأسرة ترفع صوتها إذا كانت تصلي في الليل إذا كانت تصلي في الليل مثلا صلاة الفرض كالمغرب والعشاء أو الفجر صلاة النافلة مثلا يعني تقوم بأهلها في الليل مثلا ببناتها بأولادها ما فيه بأس أنها ترفع صوتها بالقدر الذي تسمع من وراءها بالقدر الذي تسمع من وراءها بارك الله فيك أم فاطمة من الإمارات تقول أنا مطلقة وبعد طلاقي بدأت بالدعاء أن الله يعوضني بهذه الصيغة اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها اللهم أبدلني بدار خير من داري وبزوج خير من طليقي وأهلي زوج خير من أهلي طليقي ولا تفرق بيني وبين ابنتي إنك على كل شيء قدير تقول هل هذا الدعاء جائز أم أنه تعدي في الدعاء أم فاطمة بارك الله فيك ورضي عنك وحقق الله ما تتمنين واستجاب الله دعائك اللي يشوفه أنا اللي شفته فيه دعائك ما في الشهاد ما في اعتداء ما في اعتداء دعاء طيب اللهم عوضني خير اللهم رزقني زوج خير من زوجي طليقي الأول اللهم لا تفرق بيني وبين بنتي اللهم رزقني أهل أفضل من أهل زوجي الأول ما فيها شيء قد يكون بعض الأهل نسأل والله العافية والسلامة سبب من أسباب تطليق زوجة الإبن فما في بأس هذا الدعاء طيب وليس فيه اعتداء أم أسامة من ليبيا بارك الله فيها تقول ما صحت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن تبيت القمامة في البيوت فإنها من مقاعد الشيطان أختي أم أسامة من ليبيا هذا الحديث لا أصل له هذا من الأحاديث المكذوبة والموضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث لا تروجونه ولا تذكرونه إلا على سبيل التحذير وبيان بأنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا لا يعني أن الإنسان ما يكون نظيف في بيته لا الإنسان يكون نظيف في بيته عندنا أدلة كثيرة جدا صحيحة تفيد هذا المعنى لكن هذا الحديث نهى عن ترك القمامة في البيت لأنه من مقاعد الشيطان هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علي من العراق يقول هل يجوز الدعاء أثناء السجود في صلاة الفريضة بأمور تخص المصلي وأمور الدنيا مثلا سمعت أن الدعاء يجوز في صلاة غير الفريضة علي من العراق بارك الله فيك رضي الله عنك بالنسبة للدعاء في الصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم وأيضا قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ففي السجود تدعو عندنا أدعية كثيرة في الصلاة أولا الدعاء لاستفتاح هذا الدعاء عندنا الدعاء في الركوع عندنا الدعاء في الرفع من الركوع عندنا الدعاء بين السجدتين عندنا الدعاء في السجود عندنا الدعاء قبل السلام في التحيات هذا كل من الأدعي الوال ومن جملة ذلك الدعاء في السجود وهو أفضل مكان وأفضل حالة وهيئة يدعو فيها الإنسان طبيعة الحال مسألة الدعاء بأمور الدنيا من أهل العلم منع ذلك في الفريضة قال ما يدعى بأمور الدنيا في الفريضة والراجح بأنه يدعى لماذا لا يدعى بأمور الدنيا الصلاة موضوع للدعاء يدعو الإنسان من خيري الدنيا والآخرة وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يمنع الدعاء مثلا في أمور الدنيا يعني اللهم ارزقني زوجة صالحة اللهم ارزقني مسكنا طيبا اللهم ارزقني وظيفة ما في بأس اللهم أصلح أولادي اللهم كذا هذا كل مشروع ولله الحمد والمن لكن نبه العلماء على بعض الأشياء التي لا يليق أن يقولها الإنسان في الدعاء لا يليق الإنسان أن يقولها خارج الصلاة يعني يتكلم فيها فكيف يعني يدعو بها في الصلاة فما في بأس بارك الله فيك أن تدعو من خيري الدنيا والآخرة أخلاق البخيتي من اليمن تقول زوج أختي كان إنسان طيب وطائع لوالديه وكريم على الكثير من الناس ويزكي وغني وبعدين مرض مرض شديد لما يذهب إلى الطبيب ما يعرفون مرضه واليوم تعبان بشكل كبير يعني تقول ما معنى ذلك وتريد الدعاء أختي أخلاق البخيتي من اليمن بارك الله فيك أسأل الله تعالى أن يمنى على هذا الرجل بالشفى العاجل أسأل الله تعالى أن يجعل ما أصابه كفار ورفع الدرجة قلت الفاضل أولا قولي له هو يدعو لأن الله تعالى قال أما يجيب المضطرة إذا دعاه وكذلك يدعو له من حوله من أهله والديه وكذا المسألة الأخرى واضح بأن المسألة عين أو مثلا حسد أو شيء من هذا القبيل ما دام أنه رجل ما شاء الله مبارك يعني محبوب عند الجميع وينفق وكذا والأطباء قالوا ما عرفنا نشخص المرض قد يكون عين قد يكون سحر فقولي له يرقي نفسه يرقي نفسه بالفاتحة بآية الكرسي بالقواقل الثلاث مثلا تجيبون أحد من المشايخ وطلبة العلم الطيبين على السنة وعلى المنهاج الطيب وليسوا تجار مثلا في الرقية لا يعني يريدون بذل الخير ويصال النفع إلى الناس تجيبوه يقرأ عليه أو ودوه عنده مثلا يقرأ عليه والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي سعيد الخدري لما قرأ على اللذيغ بسورة الفاتحة قال وما يدريك أنها رقية من باب الإقرار أن سورة الفاتحة رقية وهي أعظم سورة في القرآن فقولي لهم هذا الكلام بارك الله فيك راشد من عجمان يقول ما حكم الألعاب الألكترونية المجتملة على تمثيل ولكن لا تعبد يا راشد بارك الله فيك بالنسبة للمسلم يجوز له أن يلهو لهو البريء أن يمارس الرياضة أن يلعب الألعاب التي ليس فيها شيء من الميسر ولا القمار وليس فيها شيء من الصور الفاضحة أما إذا كان وجد فيها تمثيل وجد فيها معبودات من دون الله عز وجل حتى لو أنت ما تعبدها في داخل اللعبة أو ما تدعو إلى ما يدعونك إلى عبادتك كيف ترضى بهذا كيف ترضى بهذا ولذلك يا ابني الله يرضى عليك يبارك فيك أترك هذا وحاول أن يعني تتجه إلى الألعاب التي تغذي عقلك الغذاء النظيف وليس الملوث تغذي بدنك تقوي بدنك ألعاب رياضية ألعاب كذا تقضي الوقت فيها طبعا إذا انتهيت من حقوق الله عز وجل القراءة ما في أجمل ولا أفضل من القراءة الله عز وجل أنزل أول سورة في القرآن ما هي اقرأ باسم ربك الذي خلق لذلك في أشياء كثيرة مفيدة ممكن تستنصح أحد الكبار عائلتك ممكن أن تستنصح من تثق فيه تقول ما هي الألعاب اللي ممكن أما قضية مثل هذه الأصنام والأوثان حتى لو ما كنت تعبدها وما دعوك لعبادتها لا يجوز للمسلم أن يدخل على مثل هذه الأماكن أو مثل هذه الألعاب والحمد لله الألعاب كثيرة النظيفة غير الملوثة أم البراء من اليمن تقول يا شيخ ما حكم ليسجل اسمه من ضمن النازحين وهو من غير النازحين ولكن بسبب الحالة المادية والمعيشة الصعبة أم البراء بارك الله فيك لا يجوز للمسلم أن يكذب ولا يجوز للمسلم أن يغش ولا يجوز للمسلم أن يخدع وهذا كله كذب وخداع وغش ما يجوز الإنسان كيف الآن يصرف لعاشة نازح وهو مبنازح كونه والله محتاج كذا ما يتوصل إلى الأمر هذا بمعصية الله يقول أنا محتاج يقول للجماعة هذول اللي يعطون النازحين يقول تفتولنا أنا لست بنازح لكن أنا محتاج الصدق من جاء كما قال عمر الصدق دائما من جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل يعني والمرأة لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله يكذاب فيكون الإنسان واضح ما يأخذ هذه الأشياء عن طريق الغش والخداع وشيء من هذا القبيل آسيا علي من الأردن تقول أنا امرأة متزوجة من أكثر من عشرين سنة زوجي يحسن معاملتي ولله الحمد قائمة بجميع واجباتي تجاه البيت والأولاد على أكمل وجه لكن يعني حصل منه خيانة تجاهي مثلا من قبل ثلاث سنوات وكان ينوي الزواج بها لكنه تراجع لأسباب لا أعرفها تقول زعلت عليه وتصالحنا بعد ذلك الآن في نفسي حسرة وأحيانا لا أسمح له بيعني ما أعطي حق أو شيء من هذا القبيل لما أتذكر هذه الخيانة تقول هل علي يا إثم؟ آسيا بارك الله فيك أنت أولا فيما يظهر امرأة صالح وزوجك رجل صالح زوجك إذا افترضنا لاحظي إذا افترضنا أنه وقع منه هذا الخطأ وين حسنات اللي ذكرتها أنت؟ يعني الآن نفترض نقول عنده تسعين بالمئة من الحسنات وعنده عشر سيئات طيب معقول أنني أهدم هالتسعين بالمئة علشان والله عشر أخطاء مثلا هذا إذا افترضنا عشر أخطاء أنت تذكرين رجل صالح طيب دين يحبك يخدمك كذا لا ما يجوز يا أختي الفاضي لا تتركي للشيطان مجال يدخل عليك هذا المدخل الخطير هذا الأمر الأول بجيك الأمر الثاني الأمر الثاني أنت قلت خيانة الواقع من سؤالك بأنه يريد يتزوجها كيف خيانة يعني؟ يعني ما فهمت الخيانة أنه أنه يذهب يزني هذا خيانة يعني يخون يخون دينه يخون أمانته يخون أخلاقه يخون زوجته يخون أسرته يروح يزني أما رجل الآن تواصل مع أهل امرأة أو امرأة مثلا وراغب أن يتزوجها بالحلال هذا ما يسمى خيانة لأن الله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعديلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانك فأنا أقدر مشاعرك وأقدر يعني الحالة اللي أنت عندك مثلا لكن هذا لا يجوز نسمي خيانة حرام نسمي خيانة لأن كأننا الآن يعني نعترض على حكم الله عز وجل ونعترض على حكم النبي عليه الصلاة والسلام المسألة الأخرى وهي المهم الرجل يقول لك تراجع خلاص والآن رجل يعني عاد على طبيعة الأولى كيف الآن ما تعطيني حقه ترضين تلعنك الملائكة مثلا ترضين يغضب الله عز وجل عليك مثلا اتق الله يا أخت الفاضل والشيطان الآن يجيك ويذكرك بهذه القصة لماذا حتى يحول بينك وبين زوجك وحتى يدمر أسرتك خلاص انسيه أغلقي هذا الملف اجعله من الماضي ادفنيه كلما جاء في بالي قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لأن الشيطان هو الذي يقدح شرارة هذه المشكلة هذا الأمر يحاول يذكرك دائما فيه قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأخلصي لزوجك وزوجك إذا شاف منك هذا الحرص وهذا الاهتمام وهذا المحبة وهذا التقدير بيحبك أكثر أما إذا شافك يعني بدأت أنت الآن تتمنعين عنه وما تعطيني حقها صدقيني الأزواج أحيانا قد يصل إلى مرحلة خلاص يعني ممكن أنه يذهب إلى الذي أنت تخافي منه وممكن يتزوج عليك لأنه خلاص رجل يبغى حقه فأنت الآن قاعد ترفضينه وتمنعينه في النهاية الرجل مهما كان يعني يبقى رجل ويبحث عن حقه فيغلت الفاضل أنت الآن في عافية احذري أنك تكفرين هذه النعمة ما في أجمل من العافية في عافية أنت واتركي هذا الأمر وحاول أن تمسحينه من ذاكرتك وتقولين صعب ما في شي صعب مع الوقت تعلفين هذا الشيء وانسي هذا الملف أغلقي وادفنيه واجعلي من الماضي الذي لا تذكرين بارك الله فيك وراضي عنك فهيم حسين من الأردن أيضا يقول والدي توفي من سنوات قبل عشر سنوات تقريبا صار معه حادث سير وكان معه ركاب توفيت امرأة غير مسلمة معه الوالد لم يدفع الكفارة ولم يصم لعدم علمه بوجوب الكفارة وعندما علم قبل وفاته بفترة بسيطة كان يعاني من مرض شديد وما تمكن من الصيام هل يجب علينا دفع الكفارة عنه أو الصيام عنه بعد وفاته أخو فهيم حسين من الأردن رحم الله الوالد وغفر الله له طبعا الوالد عليه دية وكفارة لأن المرأة اللي ماتت معه غير مسلمة هذه لها حقوق أيضا في بلاد المسلمين لها حقوق في بلاد المسلمين لذلك عليه الكفارة وهي الصيام شهرين متتابعين وعليه الدية والدية تقررها المحكمة الآن الوالد توفي رحمة الله عليه وهو علم بالكفارة كما ذكرت قبل وفاته ما استطاع يعني القول الراجح بأنكم أنتم تصومون عنه بارك الله فيكم يعني يقوم واحد من الأولاد يصوم عن والده شهرين متتابعين وإذا قال والله يصعب عليه ممكن يتفق اثنين الأول يصوم شهر وإذا جاء نهاية الشهر يخبر أخوه يقول أنا اليوم آخر يوم بكرة أن تبدأ الصيام ويكمل الشهرين لأنه لا بد أن يكون شهرين متتابعين والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات وعليه الصيام صامع عنه وليه صامع عنه وليه وهذا الحديث يشمل جميع الصيام الواجب قضاء رمضان النذر الكفارة وهكذا بارك الله فيك الأخت أم أكرم من الجزائر بارك الله فيها ذكرت سؤال تقول بأن والد زوجها قبل ما يموت يقول طلب مني أن أسترجع ماله من ابنه الآخر يعني أخذ زوجها تقول سبحان الله بعدها بساعتين توفي وتقول من انشغالي ما ذكرت هذا للابن مع أنه سمع الكلام سمع الحديث اللي بينه وبين والده تقول مضى على الأمر خمسة وعشرين سنة ضميري وأني ابني الآن ماذا عليه أختي ومأكرم من الجزائر بارك الله فيك الواجب عليك الآن تذكرين هذا الابن أخو زوجك تذكرين بالله تخوفين بالله قولي الله ترى في ذمتك مال لوالدك هذا الآن حق للورثة وتذكر المحادثة في يوم كذا في تاريخ كذا وأنت كنت موجود وهذه في ذمتك ذمتك مشغولة لا تلقى الله وأنت ظالم قولي الله الكلام إذا شفت الوضع ممكن يتحمل الإخوة تخبرين زوجك إذا تقول الله أخشى أن تنشب معركة بينهم يحصل خلاف قطيع لا أتركي هذا وصل الأمان له قولي الله اتق الله وقولي الله خاف الله عز وجل وقولي الله في ذمتك حق لإخوانك أبوك طلب من قبل الوفاة وكلفني أنا فأذكري بهذا بارك الله فيك أبو حسين من سوريا مقيم في لبنان يقول أبو حسين يعني يذكر في يقول في رمضان يؤخرون الأذان تقريبا عشر دقائق وشيء من هذا القبيل يقول ماذا نفعل نفطر أم ننتظر الأذان حتى يؤذن أبو حسين بارك الله فيك ورضي الله عنك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار وأخرت السحور وهذا يشمل رمضان ويشمل صوم النفل الثنين من الخميس والأيام البيض ويشمل ستة من شوال ويشمل من يصوم عشر ذي الحجة ويشمل أي صوم صوم النذر والكفارة وصوم رمضان وصوم القضاء بمجرد أن يسقط قرص الشمس أفطر الصائم فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ولذلك من المخالفات الخطيرة أن الناس الآن يؤخرون الفطر بعد الأذان بوقت وهذا غلط هذا من الأخطاء هذا من مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا والعياذ بالله هناك سنة كونية قدرية فيها ربط بين هذه القضية هذه السنة ربط مع قضية الإفطار التعجيب في الإفطار والتأخير في السحور لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار فإذا بدأت تؤخر الإفطار وتبالغ وتغلو والعياذ بالله أنتفت عنها الخيرية نسأل الله العافية ولذلك أخي الفاضل حتى لو لم يؤذن المؤذن أنت الآن متيقم بأن قرص الشمس مثلا أفترض أفترض الساعة ستة تغيب الشمس تفطر حتى لو ما سمعت المؤذن المؤذن قد يكون نايم المؤذن قد يكون ناسي المؤذن قد يكون الأجهزة في المسجد الكهرباء قد انطفأت مثلا مثلا ما تسمعون الصوت فالعبرة بغياب الشمس بارك الله فيك أبو حازم أيضا من سوريا يقول في شخص استدان من أحد معارفه مبلغ كبير من المال على أن يفيه بعد وصول بضاع استوردها ومضى على ذلك فترة طويلة ولم يستطع إلى الآن السداد وعليه ديون كثيرة والآن سأدفع زكاة مالي هل يجوز لإعتباره غالما ويعطيه الزكاة وأسترد ديني الذي عليه وهل يجوز إعطائه كل الزكاة علما أنه يتجاوز بالمصاريف وبشرب الدخان أبو حازم من سوريا ما دي أنا كأني فهمت أنك تسأل عن شخص وبعدين كأن السؤال أصبح ينحى منحى النسبة إليك عموما إذا كنت أنت يعني أعطيت شخص مثلا أقردته مبلغ مالي على أساس يعني شراء بضاعه ومضى وقت طويل والآن مش قادر على السداد عندنا الآن أكثر من جواب على مسألتك هذه السؤال الأول بالنسبة لي تزكية هذا المال ما تزكيه لماذا؟ لأنه واضح أن هذا الأخ معسر فأنت طوال هذه السنوات لا تزكي هذا المال ما تزكيه لأنه معسر والمال الآن في حكم المفقود الأمر الثاني بالنسبة لهذا الشخص هذا يستحق الزكاة ممكن تعطيه من زكاتك وممكن تنبه الناس تقوله فيه شخص معسر وواقع فيه مشكلة مالية ما عنده قدرة على السداد يعطونها من زكاة المسألة الثالثة وهي المهمة وهي قضية هل أن تخصم المبلغ اللي عنده من زكاتك الجواب لا ما يجوز تقول والله القرض اللي عندك أنا بخصمه من الزكاة هذا ما يجوز هذا ما يجوز يبقى مسألة مهمة رابعة وهي أنك أعطيت أنت من زكاة مالك من دون أن تشترط عليه رجع لك الدين ما فيه بأس لو قام هو وسدد قال والله هذا جزء من المبلغ أو هذا المبلغ كامل ما فيه بأس فيه مثل هذا لأنك أنت ما اشترت عليه ولا استطلعت إلى أنه والله يسددك من زكاة مالك بارك الله فيك قضية والله تقول الرجل عنده تبذير وعنده يشرب دخان وكذا هذه مسألة ثانية يعني إذا كان والله حاجته في البيت شديدة تعطي أولاده تعطي زوجته مثلا أو توكل شخص تقول هذا زكالي فلان اشتري له به الضروريات أم محمد من قطر تقول يعني لما كان عمري 11 سنة أو 12 سنة ما كنت أعرف شيء عن الدورة الشهرية ونزلت علي أول مرة بحياتي شفتها بس ما طبعت حتى على الملابس وهذا الكلام بشهر شعبان وبنصر رمضان نزلت طبيعي السؤال هل أقضى الأيام من بداية رمضان أو بس الأيام التي نزلت فيها في رمضان وما بعدها لنهاية الشهر أم محمد بارك الله فيك إذا كنت تقصدين بأن في بداية نزول الدورة عليك نزلت لكن ما نزل الدم المعروف دم الحيض ويكون سائل لأن الحيض في اللغة السيلان شيء يسير قالوا حاض الوادي إذا سائل حاضة الشجرة إذا خرج منها عصارتها هذه تقول لي لي والله ما يطبع ما حصل شيء ما نزل شيء قطرة أو قطرتين لا أنت طاهر في مثل هذه الحالة وإذا كنت صايمة صومك صحيح تقول لي لا هو ينزل لكن بفترات متفاوتة نعم تقضين هذه الأيام بارك الله فيك ورضي عنك عبد الله من كندا يقول هل يجوز استعمال الهاتف في المسجد قبل دخول الإمام ليبدأ صلاة الجمعة عبد الله بارك الله فيك طبعا المعروف أن الإنسان إذا راح إلى صلاة الجمعة يستثمر كل لحظة من لحظات وجوده في المسجد في عبادة أو في طاعة كما قال النبي عليه الصلاة وصلى ما شاء يصلي ما شاء يقرأ القرآن يذكر الله فإذا يعني كنت تقصد استعمال الهاتف قبل طلوع الإمام على المنبر في عمل صالح ما في بأس إذا كنت تقصد استعمال الهاتف في أمر مباح تتصل بأهلك بزوجتك أو ترسل رسالة أو تقضي مصلحة مثلا مباحة ما في بأس بشرط قبل أن يصعد الإمام على المنبر أما إذا كان لا للهو أو اللعب بالهاتف أو والله هكذا قضاء وقت وتقطع وقت لا لا هذا ما يليق بالمسلم ما يليق بالمسلم في بيت الله عز وجل ويفعل مثل هذا الفعل وتصرف مثلا تصرف هذا ما يليق بارك الله فيك أم شفيق من الإمارات تقول ابن يعمل مؤذنه ملتزم وصالح لكن إن غلبه النوم وتأخر قليلا لذان الصبح لا يخرج الأذان بحجة أن وقت الصبح ذهب ولا يصح الأذان هل هذا الفعل صحيح أم عليه الأذان حتى لو تأخر بضع دقائق أم شفيق بارك الله فيك وبارك الله في ابنك ابنك هذا يعني الآن مؤذن مرتب يعني يجب عليه أن يخرج ويؤذن لكن إذا كان والله يتأخر الآن عن الأذان دقائق خمس دقائق عشر دقائق خلاص الآن أصرا ممكن أنه يمنع من الجهة ما أدري أنا والله يمكن يمنع من الجهة أن يؤذن لأنه سيربك الناس لما يرفع الأذان ولكن ممكن أنه يروح المسجد ويؤذن من دون ما يشغل الميكروفون اللاقط هذا الآخذ السماعات من دون ما يشغل يؤذن داخل المسجد لأنه مكلف ويتقاضى الآن مكافأة كيف يفرط وكيف يقول والله أنا فاتني الأذان لا نبهي ابنه قوليه لا تقوم وتذهب إذا كان والله بعد مثلا خمس دقائق عشر دقائق لو أذن أربك الناس يأذن داخل المسجد من دون رفع صوت هذه مهمته وهذه وظيفته وهذا من الأمور العبادات والطاعات التي يجب علي أن يلتزم بها فلذلك ينبع لهذا وأيضا يدرك الصلاة مع الناس ولا يساء فيها الظن الآن إذا المؤذن ما جاء وجماعة المسجد جو والمؤذن لاه فيه إجازة وله مسافر وله مريض ماذا يقول الناس يقول هذا لععاب هذا يقول هذا مؤذن لععاب كيف الآن يفوت الأذان أكثر من مرة ولا يجي المسجد يذهب ويؤذن ويعتذر يقول سامحون يا جماعة أنا والله حصل لي ظرف أنا غفلت نمت ما استطاعت كذا لابد لابد عليه من هذا الفعل سالم من أمريكا بارك الله فيه يسأل يقول هنا في أمريكا مشروع بناء مركز إسلامي ويجمع التبرعات من أجل البناء السؤال هل أي مبلغ نتبرع به المشروع يعتبر صدقة جارية وهل نهدي ثوابه لوالدين مثلا وإخوانا المتوفين مثلا وهل يكون ثوابه كمن بنى مسجد مثل من بنى مسجد في الدنيا بنى الله له مسجد في الجنة سالم بارك الله فيك من أمريكا نعم بالنسبة لهذا هذا من الصدقات الجارية يعني إسهامكم أو مساهمتكم في بناء مشروع يشتمل على مركز إسلامي وملحقاته مثلا أو مسجد وملحقاته هذه نعمة عظيمة وهذه من الصدقات الجارية التي تبقى لكم يجوز لك أن تهي بثوابه لوالديك مثلا تبرعت بجزء من المبلغ ونويت أن هذا لثوابه لوالديك مثلا أو لإخوانك ما في بأس لكن اهتم بنفسك أنت أول جعل الصدقة لك أولا ودعو لوالديك وإذا كان عندك خير تصدق أيضا عن والديك زينب من تركيا تقول بالنسبة لإطعام ستين مسكين انكفارة الصيام إن لم يوجد ستين مسكين هل يجوز إطعامه لفقير واحد ستين يوم أختي زينب من تركيا بارك الله فيك السؤال هو أنت قلت ستين مسكين تعرفين يعني بأن الستين مسكين هذه فقط في مسائل الصيام للجماع في نهار رمضان إذا كنت تقصدين هذا نعم بالنسبة لمن جاء مع أهله في نهار رمضان عليه كفارة أولا اعتق رقبه فإن لم يجد في الصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع يطعم ستين مسكين يطعم ستين مسكين أما الشخص الذي ما استطاع الصيام عاجز مريض مرض لا يرجى برؤه إنسان هرم كبير في السن هرمة كبيرة في السن نعم يطعمه لكن ثلاثين مسكين فقط عن كل يوم مسكين واحد فأنا حبيت أوضح لك لأني خشيت لأنك قلت كفارة صيام ما قلت كفارة الجماع في نهار رمضان كفارة صيام مسكين واحد فقط لكل يوم يعني ثلاثين مسكين إذا كان الشهر تام وإذا كان الشهر ناقص تسعة وعشرين مسكين الأصل أنك تعطين كفارة لكل مسكين بمعنى يسر عندك ثلاثين مسكين أو ستين مسكين على كفارة الله إن لم تجدي ما عندك إلا خمسة أو عشرة تعطينهم لكن ليس في نفس اليوم تعطينهم اليوم وتكرر عليهم من بكرة من الغد وهكذا حتى تستوفين يعني عدد الكفارات بارك الله فيك أمت الله من فرنسا تقول يعني أنا تأتيني إفرازات تحيرني دائما لما أتوضأ تأتيني إفرازات مثل الريق وذكرت لونها الأبيض وشيء من هذا القبيل تقول لها لذي ينقذ الوضوء أختي أمت الله من فرنسا بالنسبة لهذه الإفرازات التي هي ليست ليس لها علاقة بمسألة الحيض هذه إفرازات طبيعية عند النساء إفرازات طبيعية عند النساء من أهل العلم يذهب إلى أن هذه الإفرازات لا تنقذ الوضوء مطلقا قالوا لأنه أشبه بالعرق عرق يعني يخرج من الإنسان ومن أهل العلم ذهب إلى أن تنقذ الوضوء مطلقا قالوا للقاعدة أن كل خارج من السبيلين حتى ولو كان طاهرا فإنه ينتقذ به الوضوء ومن أهل العلم انفرق بين الإفرازات التي تخرج من مخرج البول والإفرازات التي تخرج من الرحم فقالوا يعني تلك نجسة واللي من مخرج البول ويجف فيها الوضوء وتلك طاهرة لا يجف فيها الوضوء عموما أختي الفاضلة أنت خروجا من هذا الخلاف توضي إذا جاءتك الإفرازات توضي أصلي لو نزل عليك أثناء الصلاة ما عليك شيء ولله الحمد والمن وفاء من ليبيا تقول أريد أن أعرف هل هذا من أذكار الصباح اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وفاء بارك الله فيك هذا الحديث ورد في السنن لكن اختلف العلماء في إسناده فمن أهل العلم من ضعف إسناده هذا الحديث قالوا هذا الحديث ضعيف الإسناد ولذلك قالوا لا يجعل في أذكار الصباح مثل هذا الحديث ولا في أذكار المساء ومن أهل العلم من ذهب إلى تحسين إسناده وقالوا إسناده حسن ولذلك قالوا يعني يجوز للمسلم أن يأتي به في أذكار الصباح والمساء خاصة قالوا أولا لأن الضعف غير شديد يعني لا يصل إلى درجة الكذب وكونه موضوع الأمر الثاني أن له أصل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر اللهم أني أشهدك اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد ملائكتك وحملة عرشك وفي حديث فيه طول شوي قالوا هذا الحديث صحيح فقالوا بأنه يعضد هذا قالوا أيضا هذا في فضائل الأعمال والحديث الفاظ لا تشتمل على شيء من القوادح أو المنهيات بل هو توحيد وإيمان وشهادة لله وإشهادة للملائكة فلذلك قالوا لا بأس به عموما إذا أحببت لا بأس وإذا رأيت الاكتفاء بما صح أيضا أمر طيب أمكنان من الشارقة تقول هل العطور الكحولية نجسة ويجب إزالة عند الصلاة أمكنان بارك الله فيك هذه مسألة خلافية بالنسبة للكحول هل هي نجسة العين أم لا على قولين من أهل العلم أن ذهب إلى أنها نجسة العين يعني الكحول هذه أو العطور المجتملة على كحول قالوا نجسة ولذلك قالوا يرتبون الأحكام بعد ذلك قالوا يجب غسل ما وقع على الثوب وعلى البدن القول الثاني وهو الراجح وأنا أرجحه في هذا ذكرته مرات في هذا البرنامج وبحثناه كثيرا على أن الكحول ليست نجسة حتى الخمر الخمر نجستها معنوية وليست نجاسة حسية ليست نجاسة حسية فهي نجاسة معنوية والكحول كذلك فهي ليست نجسة ولذلك إذا إنسان تعطر بعطر في كحول وبقي على ثياب ما في شيء لو صلى فيه خاصة وأن العطور في الغالب يكون هناك استهلاك للكحول تستهلك داخل المادة العطرية هذا الذي يظهر أنه تستهلك داخل مادة عطرية ما في شيء إن شاء الله والصلاة صحيحة أبو وائل من الإمارات بارك الله فيه يقول هل يجو الصلاة سنة الظهر القبلية بتكبيرة واحدة وسلام واحد الجواب لا يا أبا وائل بارك الله فيك يعني أنا ما فهمت قضية تقول تكبيرة واحد وسلام واحد لكن عموما كل صلاة من أركانها تكبيرة الإحرام في أول الصلاة الله أكبر هذه تكبيرة الإحرام ما تنعقد الصلاة إلا بها لقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير خلاص دخلت في حرم الصلاة وأما السلام فكل من روى صفة سلام النبي عليه الصلاة والسلام في صلواته الليلية والنهارية كانوا يذكرون بأنه كان يسلم تسليمته صلى الله عليه وسلم ورد عن عائشة رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة في قيام الليل سلم تسليمة القاوج هذا الحديث صحيح لكن هل هو صريح في أنه يكتفي في تسليمة واحدة وأيضا في قيام الليل ولذلك خل فاضل بالنسبة لسنة القبلية أو الصلوات عموما تسلم تسليمتين بارك الله فيك ليجوز تسمية الأزهار بتسمية أبو لهب أو كشفة مثلا كشفة مريم أو غيرها من الأسماء أم محمد بارك الله فيك ما يجوز كيف الأزهار تسمى باسم أبو لهب أبو لهب اسم يعني تنفر منه النفوس اسم لما هذه الكنية كنية أبو لهب أو أبا لهب إذا سمعها الإنسان أول ما ينقدع في ذهن ما هو سورة المسد تبت يداء أبي لهب ما أغنع عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحاطب في جيدي حبل ومسد بربكم واحد يجي زهرة وردة سميها أبو لهب إلا إذا كان عدو لهذه الوردة وكان عدو لهذه الزهرة وكشفت مريم ما عرفت مش معنى كشفت مريم لذلك خط الفاضل هذه كلها من الأسماء المبتدعة والمحدثة وأيضا القبيحة كيف الإنسان يسمي زهرة بأبي لهب يكنيها وكشفت مريم أنا ما أدري من مريم؟ مريم عليه السلام والدة عيسى وش اللي كشفت؟ مريم امرأة صالحة وولية من أولياء الله وعطاها الله كرامات وليست بنبيه وش اللي تكشف مريم؟ ما أدري ما الذي كشفته مريم؟ ما عندنا لا في القرآن ولا في السنة أن مريم تكشف أو شيء فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم عبد الله من العراق يقول الوالدة كانت تفطر في السابق بدون عذر والآن عمرها خمسة وستين سنة وتسأل عن طريقة قضاء الصيام هل تصوم الأيام أو تدفع الكفارة بدون الصيام؟ علما أنه يشق عليها الصيام في بعض الأيام وأنها في السنوات التي أفطرت فيها تعدت عشرين عام عبد الله بارك الله فيك وبرك الله في الوالدة قل للوالدة تقضي هذه الأيام بالقدر الذي تستطيع وتختار أيام الشتاء مثلا النهار قصير والجو بارد وتقضي هذه الأيام فإذا كان عندها أيام من رمضانات مدة عشرين سنة هذه ذمتها مشغولة بهذا الصيام لا تلقى الله عز وجل وفي ذمتها شيء ما دام عندها قدرة واضح أنه عندها قدرة في الشتاء في الشتاء تصوم وتحاول قدر المستطاع مثلا عادتها كم؟ سبعة أيام؟ ستة؟ تقدر كل سنة ستة أيام أو سبعة وتقضي بهذه الطريقة بارك الله فيك مونة أيضا من العراق تقول أنا متزوجة ولدي ولد وزوجي هجرني منذ أن كنت حاملا لأني تكلمت مع دكتوري في الجامعة وقالي أنت خائنة وأهل وقفوا معه وأنا جدا حزينة تركوني وحتى على ابنه ما يسأل راح يطلقني وخمسة أشهر أتوسل وأطرم وسامحته مراضي يسامحني وأنا أصلي لله وأترقب ساعات الإجابة وأدعو الله يهديه ما العمل يا شيخ؟ مونة بارك الله فيك يعني أولا بالنسبة لك واضح بأنك امرأة صالحة ومستقيمة وطيبة يعني إذا كان والله صدر منك محادثة مع الدكتور فيما يخص الجامعة وكذا هذه ليست جريمة وليست كبيرة وليست شيء مخرج من الإسلام ولا مخل بالشرف يعني ما فيها شيء إلا إذا كان زوجك قالك ممنوع تكلمين الدكتور طيب إذن ليش تدرسين أصلا؟ دراسة سيكون هناك محادثة مع الدكتور فما دمت أنك الحمد لله مستقيمة وملتزمة ومحافظة على نفسك ومتدينة أخطأ زوجك خطأ كبير غفر الله له إلا إذا كان والله سبق أن نبهك وقال لا هذا الدكتور على وجه التحديد مثلا ما تكلمينه أخطأتي أنت أخطأتي عموما الآن مثل ما يقولون وقع الفاس بالرأس وانكسر البيت نسأل الله تعالى أن يعيدكم إلى بعض من المهم أن يدخل شخص طرف ثالث في الموضوع شخص عاقل ناضج عركته التجارب والأيام وعرف يعني ما يضيع عاطفيا لا يذهب ويتكلم معه يقول لي يعني الله عز وجل العباد يخطؤون في حق الله عز وجل ويذنبون ويغفر لهم يغفر لهم الناس يحصل بينهم دماء ويتسامحون ويعفو بعضهم دماء واحد يقتل الثاني ويعفون عنه في النهاية يحصل مشاكل كثيرة عائشة رضي الله عنها لما اتهمها المنافقون التهمة التي سجلها القرآن حدثة الإفك طبيعي أبو بكر والدها وزوجها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر تفاجأ بأن من ضمن اللي اتهموا عائشة مصطح بن أثاثة هذا اللي قاعد في بيت أبو بكر ورباه أبو بكر ويصرف عليه أبو بكر وينفق عليه أبو بكر فقال والله لا أنفق عليه خلاص فأنزل الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل منكم والساعة إلى آخر ثم قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم استسلم أبو بكر وعفى عن مصطح النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن خلق كثير عفى حتى عن عبد الله بن أبي بن سلون رأس المنافقين اللي كان يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام سامحة طيب ما يعني حالتك ما تستاهل وما ترتقي إلى مثل هذا تصرف ما ترتقي إلى مثل هذا تصرف فزوجك الآن ارتكب مجموعة أخطاء أولا التسرع في الطلاق الشيء الثاني للأسف استدر عاطفة أهله ووقفوا معه بالعادة أن الأهل يكون عندهم عقل ونضوج وما يسمحوا للولد أنه يعني يرتكب حماقة الطلاق مباشرة ويجهل الأمر الثالث هذا الطفل ما ذنب هذا الطفل الذي لا يسأل عنه ولا كذا سبحان الله هذا التصرف الغير ناضج جمع عليه أكثر من سيئة وأكثر من مصيبة فلذلك تلفظ لشوفي أحد العلماء أحد طلاب العلم أحد الوجهة عندكم يروح يكلمه يقول ما كفرت هذه المرأة وما ارتكبت ناقض من النواقض وما أخلت بشرف عند سامح لا تدرس في الجامعة طبيعي تكلم الدكتور طبيعي ما دام أنك سامح لا كيف طيب الدكتور إذا سألها سؤال ولا طلب منها مثلا بحث ولا شي عموما اسركي هذا المسلك وإن شاء الله الله عز وجل يستجيب دعواتك الصالحة وبإذن الله نحن ندعو الله عز وجل أن يشرح صدره ويلين عريكته وإن شاء الله يعود إلى رشده ويعني تجتمعون على خير بارك الله فيك أم محمد من السعودية تقول كان مع والدي أرض زراعية قسمها على أخوانه ما عطانا نحن ولم يعطنا نحن وتقول نعم على إخواني تقول قسمها على إخواني ولم يعطنا نحن وإخوتي أي نعم تقول أبي توفي بعدما قسم وإحنا سامحنا بس إيش الذي نعمله الآن أم محمد بارك الله فيك طبعا بالنسبة للوالد إذا قسم بهذه الطريقة فهو ظالم هو ظالم أي أب الآن يقسم مال عنده أو أراضي أو عقار ويعطي الذكور دون الإناث أو يعطي الإناث دون الذكور هذا ظالم وكثير سبحان الله أسئلة بعض الآباء يعني يدافع الشفقة والعطف على البنات يسجل باسم البنات ويترك الذكور يقول أخاف عليهم وهذا غلط النبي عليه الصلاة قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم الأمر الأول تشكرون على أنكم سامحت من والد وهذا يدل على أنكم متربين صح وأنكم تخافون الله وأنكم تحبون والدكم هذه نعمة من نعم الله الأمر الثاني أنتم أمام خيارين إما أنكم تسامحون أخوانكم مثل ما سامحت الوالد ولا تقولوا لهم يعني اسمحوا لنا نحن الآن شركاء معكم في هذه الأرض لأن هذه القسمة باطلة هذه القسمة باطلة وممكن تذهبون إلى المحكمة ويفرزون لكم يعني الأنصبة هذه كل واحد يأخذ نصيبة بارك الله فيك أم صالح من البحرين تقول شخص مرض في شعبان ولم يستطع سيام رمضان وأفطر جميع رمضان وتوفي أول يوم في العيد هل يقضي عليه أحفاده لأن أولاده توفه جميعا لأن أولاده توفه جميعا أم صالح واضح أن السؤال تسألين عن شخص يعني في حادثة قديمة واضح عموما أخت الفاضل إذا كان الشخص مرض في شعبان وبقي مريض ودخل عليه رمضان وتوفي أول يوم العيد ما عليه شيء لا عليه ولا على العياله بارك الله فيك لا عليه ولا على العياله ولا على أحفاده لماذا؟ لأن المرض المرض اتصل بالموت وما صارت فرصة أنه يصوم ما عليه شيء بارك الله إلا إذا كان ساعة المرض يعني أصرا ساعة يعني آخر حياته ممنوع من الصيام وقالوا لها طب أنت ممنوع تصوم ها فيه إطعام هنا يطعمون عنه عن الشهر كاملا أما إذا لا فاجأ المرض في شعبان وما يدري واستمر وأول يوم العيد توفي ما عليه شيء ولا على أولاده بنت الهمداني من اليمن تقول هل الوضوع قبل الغسر من الجنابة كمثل الوضوع للصلاة؟ هل هو واجب أم كيف؟ بنت الهمداني من اليمن بارك الله فيك بالنسبة للوضوع قبل الاغتسال غسر الجنابة أو الحيض بالنسبة للمرأة سنة وليس بفريضة سنة وليس بفريضة واضح؟ الأمر الثاني نعم تتوضئين كما تتوضئين للصلاة مثل وضوع العادي مثل وضوع العادي بعض العلماء يقول لي أخرج ليه فقط ويغسلها فيما بعد مع الغسل الصوابين يتوضأ وضوع كامل وبعدين خاصة مع الحالة الموجودة عندنا الآن أغلب الناس تشوشي الآن تشوشي الماء والماء يذهب ولا يبقى في الحوض فتتوضئين وضوع كامل وتقتسرين بعد ذلك فاطمة الزهرة من موريتانيا بارك الله فيها تقول يعني في شاب تقدم لخطبة صديقة أهلها رفضوا بسبب النسب هذا شاب طيب يخاف الله كثيرا يحافظ على الصلاة يقرأ القرآن الناس يصلي طبعا تقول الناس يشهدونها بالأخلاق الطيبة لكن ذكرت بأن صديقتها مع هذا الشاب يعني علاقتهم جيدة وشيء من هذا القبيل وتسأل تقول يعني كيف مثل يعني هذا هؤلاء الأهل ينصحون أختي فاطمة الزهراء من موريتانيا تعرفين الزواج مبني على الاتفاق وليس على الشقاق وليس على النزاع ولذلك شرع الله عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام الولي حتى يختار لابنته الكفء والصالح ولي يعتقد بأن الحياة ستكون بينهم مستقيمة فما دام حصل كلام وأن أهل البنت يرفضون لعدم الكفاءة في النسب وهذا اعتبرها كثير من الفقهاء فأنا أنصح هذه البنت أنها يعني تلغي فكرة الاقترام بهذا الشاب تلغي فكرة الاقترام بهذا الشاب خاصة في مناطق قبلية عندكم وأيضا يعتمدون بعض الأقوال التي فيها مثل هذا الأمر فأنا أنصح حتى لا يعني تصبح هناك قطيعة رحيم ولا يصبح هناك يعني يدخل الشيطان فيزرع العداوة والبغضاء بين الأسرة تصرف تقولي والله لا فيه ممكن حل حلة للأمر ممكن أن يعني لو دخل شخص طيب يعني ممكن أنت تنصحين مثلا أخوك يكلم إمام المسجد أو الشاب هذا يكلم إمام المسجد يكلم أحد الفقهاء أحد العلماء يزور والد البنت وبيّن له يوضح له يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام زوج زينة بنت جحش القرشية الشريفة زوجها من زيد رضي الله بن حالثة زوجها قصتهم معروفة قصت زيد مع زينة معروفة زوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعث جليبيب العبد الأسود إلى بيت من بيوت الأنصار قال يقول لكم النبي عليه الصلاة والسلام زوجون ابنتكم فرضية البنت فأنزل العزة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم بمعنى أن هذه ليست من شروط الصحة هذه من يعني يذكر العلماء من شروط الجواز مسألة الكفاءة في النسب فهذا حل من الحلول بارك الله فيك ورضي الله عنك أمت الله من أمريكا تقول أنا كنت متزوجة وتركني زوجي أنا وبنتي وكان عمرها سنة والآن صار عمرها 19 سنة ولحد الآن بنته ما شافته ولا هو شاف ولا دفع نفق وتركنا وذهب أهل يجوز أنا أقول أنه مات أقول لابنتي بأنه مات مع العلم أنه حي يرزق الآن لكن فقط في الماضي يعني تقول أنا إلى الآن أقول لها بأنه مات ودائما أدعو ربي أني لا ألتقي به لا في الدنيا ولا في الآخر لأنه جرحني وظلمني وإلى آخر أخت الفاضل أمت الله من أمريكا يعني بالنسبة لي يعني ما ذكرتيه أولا يجب عليك أن تخبري ابنتك بأن والدها عايش وغير ميت يجب هذا حق لها حق لها ولا يجوز لك أن تكربي عليه ما يجوز تقول لك والد عايش لكنه حصل منه كذا حصل منه كذا لأنه مهما كان يبقى والدها الآن العلاقة بينك وبينه خلاص انقطعت لكن ما تنقطع بين الأب وبنته كونه هو الآن يقول أنا ما أبغى أشوفها يتحمل الوزر والإثم لكن البنت محتاجة أنها تعرف أبوها ومحتاجة أنها تبر أبوها حتى لو ظلمها تتقرب إلى الله عز وجل فيا أخت الفاضلة لا تخفين على ابنتك مثل هذا الأمر و يعني أصدقي معها وقولي لهذا قضية أنك تدعين الله عز وجل دعاء مشروع هذا دعاء مشروع أن الله ما يجمعك بينه بينك وبينه في الدنيا ولا في الآخرة هذا دعاء مشروع لكن لو خليتي في الدنيا أحسن ما تدري في الآخرة ها خلي في الدنيا بس دعائك أما الآخرة لا أتركي أم محمد من عمان تقول أنا أنجب الطفل كفيف من أربع سنوات وقالوا لي احتمال يكون ما سني الضر دلوني على الشيخ يعالج القرآن يعالج عفوا بالقرآن الكريم والروقية أنا رفضت أروح له هل يجوز أن نذهب لمثل هذه العيادات أم ماذا أم محمد بارك الله فيك وشف الله ابنك وعافاه ورزقه البصر والبصيرة يا رب أختي الفاضل إذا كان الراقي من طلبة العلم من الناس الطيبين على السنة على المنهاج الطيب رجل يريد نفع الناس ما فيه بأس النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع ينفع أخاف ليفعل والروقية معروفة النبي عليه الصلاة والسلام رقى غيره ورقاه جبريل ورخص للصحابة بالرقية ما فيه شيء ولو أنت أنت اجتهدت على ابنك فالرقية أفضل يعني أنت بنفسك تجتهدين على ابنك فالرقية يكون أفضل بارك الله فيك مريم الكثير من مصر تقول ما حكم تقطية القدمين للحرين في الصلاة وعند الخروج من المنزل أختي مريم بارك الله فيك الجمهور الفقه يذهبون إلى أن المرأة يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة يجب عليها أن تغطي قدميها في الصلاة قول جماهير أهل العلم وأما خارج البيت فنعم لأن المرأة كما صح عن النبي عليه الصلاة وعنده قال عورة فالمرأة إذا خرجت من البيت تحتجب حجابك كاملا يقول جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفر الرحيم ولذلك الأم سلمة قالت للنبي عليه الصلاة و السلام كم يا رسول الله نرخي ثيابنا يعني من وراء قال شبر شبر ما بين الخنصر والإبهام شبر قالت إذن ينكشف يا رسول الله شف أم المؤمنين كيف تقول إذن ينكشف يا رسول الله قال ذراع هذا الذراع من المرفق إلى قال ذراع ولا تزيد الله أكبر يعني شوف حرص أم سلمة تحرص تقول لما قال شبر قالت لا ما يكفي تطرب الزيادة ها فلذلك تنبهي لهذا بارك الله فيك وليد من سلطنة عمان يقول أنا إذا صليت في البحر في قارب باتجاه القبلة وأنا أصلي يتحرك القارب عن القبلة هل أتحرك باتجاه القبلة وليد الجواب نعم نص الفقهة على أن الإنسان إذا كان في قارب واستقبل القبلة ثم القارب استدار به يستدير إلى القبلة استدير إلى القبلة ولا يبقى حيث دار به القارب إلا في حالة واحد أن يخشى السقوط فإذا خشي السقوط نعم يبقى أما إذا ما خشي السقوط و ممكن أن يتحرك مع القبلة بارك الله فيك أم علي من أمريكا تسأل تقول ما حكم التبرع بالأعضاء هل هو حلال أم حرام خاصة بعد الوفاء إلى آخر أختي أم علي بارك الله فيك هذه مسألة خلافية بين العلماء من أهل العلم أن يذهب إلى منع التبرع بالأعضاء مطلقا في الحياة و بعد الوفاء و من أهل العلم أن يرخص بذلك إذا كان العضو الذي يتبرع به الإنسان في الحياة لا يؤثر على حياته ولا يعني يسبب له أضرار مثلا و قالوا يجوز ذلك لأن هذا من إحياء و إبقاء الأنفس و الله جل وعلا قال و من أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا و من أهل العلم أن يرخص في الحياة دون الوفاء إلا إذا أذن الشخص قالوا أما في الحياة فيملك هذا أنه يأذن و لذلك الخلاف شديد في هذه المسألة بارك الله فيك أم فيصل من عمان تقول حفيدتي أصيبت بحساسية في جسمها و وديتها الجلدية و أخذت علاج و الحمد لله طابت بعد سبوعين أصيبت بحساسية بشكل أصبت بحساسية بشكل حروق في رقبتي تنتقل من مكان إلى مكان أصيبت بعين هل هذه إصابة عين أو شيء ثاني و ذكرت يعني لأن الكلام يعني المكتوب يحتاج إلى فك مثل ما يقولون أخت الفاضلة أم فيصل من عمان طبعا أنا ما فهمت هل أنت انتقل إليك لأن الكلام لخبط عندي ما هو بواضح لكن أفترض الآن البنية أصيبت بحساسية و بريئة الحمد لله و عادت إليها في مناطق و كذا عالجيها و استعمل الرقية أيضا مع العلاج الرقية مع العلاج الرقية و إذا تقصدين نفسك أنت نفس ما وديت بنتك كذلك أو حفيدتك أنت بعد راجعي عيادة الجلدية و أرقي نفسك أرقي نفسك بالفاتحة بآية الكرسي بالقواقل ممكن ماء مقرع عليه تغسلين به جسمك و بدنك قد يكون عين قد يكون عين بمثل هذه الصورة اللي ذكرتها بارك الله فيك أم وحيد بارك الله فيها من الشارقة طبعا أم وحيد يعني هي جزاء الله خير تقول يعني كان في مشكلة في صلة الرحم لكن سمعت جواب لك و كذا و الحمد لله تبشرنا طبعا و تفرحنا بأن الحمد لله تقول أصبحت أكثر تسامح و أقل عصبية و أبشرك و كذا و بدأت أعفو عما أساء الحمد لله اللهم لك الحمد هذا والله أنا ما أقوله من باب إلا من باب الفرح بنعمة الله و من باب شكر الله عز وجل و من باب تشجيع من يشاهدني أن يسلكون مثلك الأخت أم وحيد مثل ما سلكت أم وحيد الحمد لله تستطعها تغير نفسها كانت عصبية و راحت عنا العصبية كانت تزعل بسرعة و بدأت الحمد لله تحلم و عندها من التؤدة الشيء الجميل عندها خصومات أنهتها أغلقت ملف الخصومات هذه خلاص ما بينه وبين أحد الآن خصومه و هذه نعمة من نعم الله هنيئة لك يا أم وحيد هنيئة لك و أسأل الله تعالى أن يكثر أمثالك طيب أم وحيد يعني أنت سألت عن قراءة السجود على السرير بالنسبة لسجد التلاوة نعم إذا مريت بسجد التلاوة وأنت على السرير تستدين سجدة التلاوة أخواني انتهى وقت البرنامج لكن الأسئلة منتهت كثيرة إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله تعالى ما تبقى من الأسئلة الواردة إلي في هذه الخدمة استودعكم الله السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون